موسيقى 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 السلام عليكم ورجعنا معكم فيديو IOS TRT وميزاته الموجود على الايفون نزلت على الايفون SE نزلت على الايفون 6S نزلت على نسختين موجودة هنا وهنا الجهازين جبارين لا تنسى تشوف الفيديوهات الموجودة تحت في الوصف وبعدها ابدأ مع هذا الفيديو برضو في شي لاحظت حين اتوقع مدخليني في الدكالة الصناعة او شي انه لضغط شيرنج هنا يسوي عددات كثير للاشخاص اللي اقراب يمك او تكلهم كثير وبرضو اذا كان مثلا في ضغط شيرنج قبل ما تنزل تحت وتسوي اي شي هنا اذا كان اي جهاز عندك يمك ايردروب مش عقال راح يطلع لك اسمه فوق الشخص ويطلع لك هنا الرقم انه يقول لك مثلا الشخص هذي فيه اثنين قراب يمك شقلين اضغط هنا وترسلهم على طول فهذا صار اشخاص يمك قراب على طول مثلا قبل شو كنت جالس واثنين يمي عندهم ايردروب فطلع عندي رقم اثنين هنا اضغط عليه وعرفت ان اشخاص قراب يمي عندهم ايردروب استطيع رسلهم الصفحة هنا لو نتكلم عن برنامج الهيلث خط طابع الثيم الليلة مثل ما نرى هنا تشوف الاكتيفتي حقك وضغط قلبك مثلا اذا كانت عندك ساعة تابول او بعض البرامج تدعم البرنامج الهيلث نقدر تنزلهم وتسوي لهم مشاركة على البرنامج الهيلث او برنامج الصحة هنا مثلا ساعة تابول ستعطيك الهداف حقتك اللي سويتك اليوم والانجاز عن اللي سويته مثل ما نرى هذا النشاط حقك طبعا صار فيه ترتيب هنا اول كان كله لون ابيضة حين صار لون اسود اللي هو دارك مود وبعض الميزات نزلوه مثل ما نرى الخطوات حقتك يوم الثلاث يوم الثنين ويحطيك بالغراف هنا مثلا نرى هنا مثلا الطوابق لا أعلم كيف يحسبهم ولكن تقريبا ايفون فيه ضد الميزة لأنه يحسب لك ارتفاعك عن سطح الارض هنا لونك مثلا تضع سجل وصول حقك للمستشفى اذا كانت بعض المستشفى تدعمه ان الدكتور يوصي الهيلث او الصح حقتك وشوف الدقات القلب حقتك وكم تمشي مثلا بعض المستشفيات اذا كانت تتعالج في مستشفى تضغط عليه وتحدده وتعطي الدكتور خاصية ان يوصل لحق الهيلث حقك هنا بعض الريجون حق المناطق تسوي تسجيل الدخول لحق دونيت اللي هو تبرع ما ادري ما مرة جربتها ما مرة التبرع حق شنو ذي شركة تقريبا دونيت لايف هنا نأتي لحق الميديكال ايدي حقك لو نتلاط هنا وتحط معلومات حق الصحة حقتك هنا مثل ما قلت لهم قبل برامج لانك تضغط على برنامج تحمله وتسوي لتسجيل الدخول وتسوي لهم مشاركة مع الهيلث مثل ما شو هذا هذا الشكل الهيلث الغديم هذا هنا مثل ما نرى كلهم هيلث الغديم يعني مثل برنامج كيف يتوصل على الهيلث برمج طبعا ما بعد يحدث لكي نظام الجليد سيغيروا الصور وضعهم الشكل الجليد المحطوط ايضا على يوستيرتين اذا كان لديك بلايستيشن 4 او الاكس بوكس الجليد اخر واحد بوكس 1 تقريبا نسمعه نعرفه ما ليه في الالعاب فاذا كان لديك اليد تستخدمها على الايفون وتستخدمها في الالعاب على الالعاب التي تدعم اليد هذا حركة حلوة وحين في الابستور لو ندخل عندك التحديثات اللي طالع لك هنا لو نخش عليها مثل ما نشوف نضغط هنا ونشوف التحديثات اللي موجودة عندنا نقدر نحذف مثلا اذا جزجك الرقم اللي موجود هنا تقدر تحذف التحديد ويحذف بيانات مثل ما يقول لك لكن نحذف نحذف عندنا شعار هذا حركة حلوة برضو حين اذا كان مشقل هوتسبوت اللي هو نقطة الاتصال طبعا ما قدر نشقل لأن الATNT أنا شركة اتصالات والشريحة عندي مفتوحة فلازم ندفع للوسجادة لنفتحها فما قدر نشقلها من هنا لكن اذا كنت تقدر تشقلها ما يحتاج تعطي الشخص الرقم السري خاصة اذا كان من فاميلي بلان اللي كان عندك على الايفون نحذف عن الفاميلي بلان فما يحتاج تعطي الرقم السري على طبع دامه في الفاميلي يمكن أن يوصل لحق الهوتسبوت في نفس الجهاز فحركة حلوة وعندك اختصارات سريعة في الرسائل مثلا اذا احد تكلمك تضغط على 3D Touch يأتيك على طول اختصار يدريش اللي قال مثلا شكرا افون تستطيع اختصار على الطوط تضغط علي شكرا تأتي لرسالة شكرا أو تسوي لكاستوم تضع كلمات ثانية لديك اختصارات فحركة حلوة وأيضا في الايوز 13 بأن الايوز 13 نازل فهو اللي ينزل على الايفون الجديد فبعض المبرمجين يفتحون الملفات النظام يعرفون الجوالات وكتشفوا ان هناك كود لحق الايفون الجديد اللي ينزل الايفون 12 او الايفون 12R الجديد اللي ينزل ان الشكل لدخلط الجهاز على وضع ريكافر ريموت شكل كابل يوس بي سي فانتضح الآن ان الجهاز الجديد اللي ينزل السنة هذه سيكون في المدخل يوس بي سي طبعا يجب أن يكون المدخل مدخل الايفون لكن مدخل الجهاز الثاني ان يكون يوس بي سي فهو اللي يكون الشحن السريع في نفس الجهاز او في نفس العلبة لو ننتقل الآن لكم على الستنج لو نخشل على الرات هنا المييزة الجديدة نزلت هابل ان فيه الفويس تقدر تضغط هنا وتبحث بلوتوث تشاهد كيف تطلع على طول نضع القلبوته ثلاث طول فهو نزلت هابل في النظام الجديد بعض الشيء حلو إذا كان لغة جهازك مثلا نضعها الإنجليزية لكن بعض البرامج لم تتبههم اللغة الإنجليزية تبههم لغة عربية فتقدر تخش على البرامج عندك هنا مثلا اي برنامج لازم لغة عربية فمثلا لو حول لغة جهاز العربي تراه بالبرامج سيكون لغتهم عربية وأن تظهر على نفس لغة الجهاز في الاصدار الجريدة تجعل الجهاز لغة غير ولغة البرنامج لغة غير نخش هنا مثل ما نرى هذا البرنامج الكيك هناك اشخاص يستخدم من الله نضغط على Language نقدر غيره نخليه عربي حتى لو من الجهاز انجليزي يصير لغة البرنامج نفسه عربي فحركة حلوة مثل البرنامج لا يدعم اللغات حساب البرنامج نفسه يجب أن يدعم اللغات نتفلكس تجعلها على اللغة العربية حتى لو من الجهاز حقي لغة انجليزية فحركة حلوة وكمان في iOS 13 قبل اعطت ميزة للمطورين يقدرون يشغلون الكاميرتين في نفس الوقت الكاميرا الخلفية والامامية فحركة حلوة انك مثلا سناب شات لو تدعم هذه الحركة انك مثلا تصور سناب تصور الكاميرا الامامية تصور وجهك وتصور الخلفية لحق الاشخاص اللي قبالك فحركة حلوة ممكن يدعمونها في الانستجرام وبرامج ثاني تدعمونها لكن الان الكاميرا الرسمية لا تقبل مدعمتها بس فتحت للمطورين الخيار والجساء الذي يدعمها ايفون 10 اس 10 اس ماكس 10 ار والايباد برو 2018 هنا برضو في خيار ثاني مثل ما نشوف هنا حركة تنزيل في البرامج او التصفح في ذا الخيار اللي في الجن تقدر احين تنمس الخيار وتتنقل فيه كده طبعا في كل مكان برضو حتا في سفاري لو تفتح سفاري تقدر تنقل كده الان كمان اذا كنت شغلت على داتا على الشريحة تقدر تخشي على دات هنا تخشي على الشريحة اللي شبك عليها وتشوف هنا لا داتا مود ستستخدم بيانات اقل اذا كانت الشريحة المركبة على الانترنت مفتوحة ستستخدم بيانات اقل اخيرا خلصنا النسخة كلها طبعا هذه الميزات اللي شفت الان في الايو اس 13 يمكن فيه ميزات جريدة اذا اكتشرت ميزات جريدة سأقوم لكم فيديوهات ثانية ففي نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك والغناة ونشر المقطع عملك المقطع تعليقاتكم بتحت تهمني اللي يبي يشوف الفيديوهات اللي قابل رابط الفيديوهات موجودة تحت الوصف السلام عليكم